ياهلا وسهلا بالجميع في التحديث الاسبوعي لعالم جراند واللي راح يبتدي معنا غدا بإذن الله تعالى 7 نوفمبر على الساعة 12 ظهرا بدوقيت السعودية بديت أشك أنه التسريبات ما راح تظهر لأنه خصوصا ترامب فاز وترامب انتوا عارفين ما يحب لا داونهاوزر وداونهاوزر ما يحب ترامب والله الأمور ما هي على بعضها والله يسطر على جي تي اي سيكس خلال الشهر الحالي شهر نوفمبر كان متوقع بشكل كبير أن يكون فيه تريلر لجي تي اي سيكس ولكن ولكن بعد ما ترامب خلاص الآن صار رسميا الرئيس للولايات المتحدة الأمريكية مبروك لترامب الله يعين داونهاوزر داونهاوزر ما أدري صراحة بينه بين ترامب أعتقد أنه مشاكل ما أدري ربما يكون فيه تأجيل يعني الآن أي إشاعة يقولك فيه تأجيل لجي تي اي سيكس صدقوها يا شباب عموما الكلام بدل على هوانا إن شاء الله الأمور طيبة ودانهاوزر كده يتقرم من ترامب وترامب يمشي أمور كثيرة عموما يعني إحنا ما ندخل في هذا الأمور خلينا نبدأ تحديث هذا الأسبوع الأسطوري نعم هذا الأسبوع رح يكون أسطوري لأنه فيه شي جديد لما احتلكم عليه في منتدى اليوتيوب يا شباب البانثر استاتوز يعود من جديد إلى جزيرة كايو بريكو يا شباب اللي ما يعرفيش يعني بانثر استاتوز يعني تمثال البانثر تقدر تسرقه من كايو بريكو ولكن كم المبالغ اللي راح تسلمها والله ما حد عارف يعني ممكن ربما يكون فيه نيرفنج أنتوا عارفين يعني التضعيف الكبير لكايو بريكو اللي عملت روكستار فما حد متأكد من الأسعار وبكرة رح نكتشف مع بعض طبعا ابتداء من هذا الأسبوع يا شباب فيه تحدي لمجتمع روكستار وروكستار بنسة عملته ضدنا وطبعا هذا التحدي راح يكون جدا جدا قوي لجميع اللاعبين والتحدي عبارة عن جمع 20 تليريون يا ساتر المبلغ هذا أسطوري مبلغ يخوف وجميع اللاعبين مطالبين بإكمال الهايست وصوصا الفنالي يعني المرحلة الأخيرة ويجمعوا هذا المبلغ الكبير جدا والله يعين يعني هل هنقدر ولا ما نقدر هذا التحدي راح يستمر لغاية ديسمبر والأمور راح تتضح معنا إن شاء الله خلال الأيام القادمة راح يكون عن إيش بالضبط الهايست يعني هل حيكون فقط لكايوبريكو ولا حيكون لكذا هايست وبالنسبة للجوائز يا شباب اللي الآن ما حددوا طبعا هم مكاتبين Exclusive Rewards يعني جوائز حصرية ولكن ويش هي اللي الآن ما حد يعرفوا هذه كلها راح تتضح مع الأيام القادمة وكذلك عندنا خلال هذا الأسبوع Triple Cash و Triple RB على ال Community Series وكذلك عندنا Double Cash و Double RB على Treasure Chest يعني على الكنوز يا شباب هذا بيمكنكم استخدام الغواصة بالسونار أعتقد فهذا شيء يعني كان قديم ورجع مرة ثانية فشكرا الركستار صراحة رجعت لنا الماضي الجميل وعندنا كذلك Double Cash و Double RB على مود الأسولت وكايوبريكو وكذلك عندنا Double Cash و Double RB على مود كايوبريكو سيريس أما بالنسبة لسيلفي جارد لهذا الأسبوع بكل أسف ما عندنا أي سيارة نقدر نسرقها ونعملها مطالبة ونحصل عليها مجاناً طولوها المرة ولكن نتمنى الأسبوع القادم يعطونا سيارة وأتمنى تكون من فئة التوب واللي المهتمين بسرقات السيلفي جارد ومعرفتها راح تكون The Mac Tony Robbery في الغواصة The Dogger Robbery راح تكون في حلبة العرينا وThe Cargo Ship Robbery اللي راح تكون في السفينة وعندنا كذلك تحدي لهذا الأسبوع كل اللي عليك أنك تنهي مهمة كايوبريكو هايس من غير ما تموت ورح تحصل على المكافأة التالية راح تحصل بكل تأكيد على مئة ألف بالإضافة إلى قبعة تحت اسم السرايكلر وننتقل الآن إلى التخفيضات ونبدأ بأعلى التخفيضات اللي هي 50% على المركبات التالية الويستران رات بايك والويستران زامبي بامبر والبادي آرمور يا شباب اللي هي الدروع وجميع أنواع الرصاص وعندنا كذلك تخفيض 40% على مركبات المباتسو منشيز سكاوت وتخفيض 30% على الكوساتكا ويشمل ذلك جميع التعديلات الكوساتكا وكذلك تخفيض 30% على الأفيزة الغريب أنه بس جابوا الأفيزة ما جابوا معها الإصبار والإصبار هي اللي احنا نرغب فيها بكل صراحة وكذلك تخفيضات 30% على المركبات التالية راح تكون على الماموث اسكوادي فابد اسلام تراك اللامباداتي ماتشيلي جيتي والبي ايف رابتور والقروتي استينجر وبالنسبة لفان الأسلحة عندنا تخفيض 40% على كومبات شاتغن والثروبلز ان ارمور يعني على جميع الدرو وعلى جميع المقذوفات وكذلك عندنا تخفيض 50% على جميع الأشياء اللي موجودة في فان الأسلحة وذلك فقط لأعضاء جيتي اي بلس هذا الأسبوع راح يكون جدا أسطوري وما راح نقدر ننساه بشرط واحد اذا والله فعلا كل ما نعمل كايو بريكو هايس ونلاقي عندنا التمتال تبع البانثر وهذا شي جدا جدا أسطوري ولكن اللي اخشى ان يكون مرة واحدة فقط لكل لعب وهنا اقدر اقول لركستار مرحبابكم راح تلاقوا اكبر عملية قليتشات اللي الناس كلها راح تعمل عليكم فالله يعينكم عمومي شباب اللي اعطيكم العافية هذا كان التحديث الأسبوعي لا تنسا اخوكم من اللايك والاشتراك في قناتي لكل جديد وهابي ويكين في أمان الله